على الرغم من تجدد التظاهرات الشعبية التي عمت محافظات العدة احتجاجا على ترد طاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من خمسين درجة مئوية لأن الخدمة لم تشهد أي تحسن يطفئ له بحرارة الصيف وشرارة الغضب الشعبي أكثر من سبعة عشر عاما وأموال الشعب تذهب هباء منثورة كتخصيصات لوزارة الكهرباء لأن هذا الملف ظل متعثرا بالفساد المالي وسوء الإدارة والمحسوبية في الوقت الذي تتذرع فيه الوزارة بأن تخصيصاتها المقررة غير كافية للنهوض بواقع الخدمة المتردية برلمانيون يرون أن حل أزمة الكهرباء لا يقتصر على تنظيم الإنتاج والتوزيع وإنما بإبعاد الأجندات الخارجية ونفوذ الأحزاب عن التحكم بملف الكهرباء وإنهاء مسألة استيراد الغاز من إيران في الوقت الذي يحرق أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تنتجه الحقول العراقية لإنعاش الاقتصاد الإيراني صحيفة المونيتور ذكرت في تقرير لها أن أزمة الكهرباء في العراق لن يكون لها حل سريع في ظل الفوضى وصفقات الفساد التي ورثتها الحكومة الحالية وأدت إلى انهيار المنظومة الكهربائية حيث أكدت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاذم بات مطالبا بتسريع خطواته لحل الأزمة وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بدول الخليج وإنهاء جميع صفقات الفساد التي تبنتها الحكومات السابقة موجة الحر والانقطاع الدائم للكهرباء يزيدان من معاناة العراقيين الذين يعانون أصلا من توقف الحياة نتيجة تفشي فيروس كورونا ما دفعهم إلى التظاهر رغم قرارات حظر التجوال فالوقت الذي يحاول فيه بعض السياسيين عرقلت جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاذم بمحاسبة الفساد ووقف هدر مقدرات الدولة والانهيار شبه التام الذي خلفته الحكومات السابقة